في العيد الكبير مولي فين كان لقوا الهيدورة ديال الحوولين مليوحين حد الزبل ولكن باش نسمعو بالليلقوا الهيدورة وسط منه تشوته ومن قرده طرف طرف هاد الشي كي اخلع هاد عمال النظافة اللي كتشوفو القوابطانة ديال الحوولين لداخل ديالها بنت مقطعة طرف طرف وبلا راس وبلا يدين ومخياتين الهيدورة مزيان من بره في البلاسة تصلوا بالبوليس والجمعات الجوغة فشكون هاد اللي دارلي هاد الحالة وهلاش بالطبط دارها وصله يدورة انا بتأكد ان القصة ديال اليوم غدي توقف لكم عقلكم القصة وقعاتها هنا في المغرب وفيها واحد العبرة كبيرة بزاف غتخليك متقاش تتقف البشر سلام عليكم اخوتي قبل ما نبدأ وبغيت نطلب منكم طالب واحد وهو هاد القصة تفعلوا معها بالجاد بارتاجوها فين مكان وديروا بزاف ديال تعاليق باش توصل الناس اللي باقين كي تيقوا اي واحد كي يجيك يديرها بهم يلا هون بدأوا القصة ديالنا القصة تبدأ من تسعينات من عند واحد البنت سميتها اوميما وفعمرها 30 سنة بنت من البادية عائلتها فقرة بزاف واحد العام كان جفاف ديال بالصح قلت الوالدي هانا غديمشي لندينة نخدم باش نعاونكم وفعلا صافرات قبل ما تمشي تقلب على الخدمة اول حاجة دارتها هي ضبرت على الكرة لقات واحد البيت في السطح وكراته ومن بعد خرجت قلباته على خدمة ولقاته في واحد المعمل هذك البيت اللي كرت في السطح كان حداه واحد البيت آخر وكان كاريه واحد الراجل الكبير في العمر غتكون عنده ديك 80 سنة 70 هي سكنة في هذك البيت وذك الراجل الكبير سكن في البيت الآخر لحده هتسيد اسميته العربي وكان مكرفص بزاف عايش غير كي يميخلو صافي كيلقاش حاجة في الزبال كاتباع كيمشي يبيعها وكرجع للدار فأميما من اللي كتشوف العربي في هذ الحالة كيبقى فيها بزاف وأي حاجة كتجبها لها كتقسم معامها وكتتم بيه والعربي عاجبوا الحال بزاف والذي ما كيدعي معها فأميما كتقول لها أنا حاسبك وكان اعتبرك بحل والد ديالي المهم علاقتهم والذي تزوينا داستشيار بشره تقريبا العربي مني شاف ذك التعامل اللي كتتعامل معه أميما سيد زعم وبذك يتصر عليها من اللي كتدخل من الخدمة ومع الصيف كتدخل باش تدوش وهو كيبقى يتسلت وكيطلع عليها من واحد تقبا وكيشوف المفاتين ديالها وهي ما في خبارها ما يتعود ونهار الروبو ديالها هي من اللي كتصب نحويجها وهو كيبقى قالس قدامها مقابلها ما كيهبط عينيه واحد النهار قل ليها اليوم لأشاء لحسابي ديما انتك تطلعي فيها أنا اليوم غدين تطلع فيك وغنطيب لك لأشاء وآجي كله معايا وهي طبعا حديرها في مقام ديال الاب ديالها قلت لي هي مرحبا أنا غدين جايندك فعلا وصل ليه لقل سوت عشا وشوية السيد بدك يمديد دياله بدك يقص فيها وهي تقول لي هاشري فنعال الشيطان زع مرة انا كان عطابرك بحل والد ديالي وكتب السلع لي بحل هكا وكن ما جيتيني اش قد دبا غنعرف اش غندير معاك وأنا رمش من دك النوع اللي كتعرف قل لي هاشوفي انا ما نكذبش عليك أنا وحداني وعجبتيني أجين تزوجه بجوج وهي من طبيعة الحال رفضت ليه وقالت ليه أنا كنت كنحتار مك ودابا ما كتعرفني ما كنعرفك دست ايام ووصل لعيد الكبير وأمي ما داروري تمشي تعيد مع والديها العربي من اللي يعرفها غتمشي وما زال ما وصل دك الشي اللي بغى فكر مزيانة شنو خاص يدير باش يوصل دك الشي اللي بغى قبل ما تسافر يومين قبل لعيد الكبير مع جوج ديالليل العربي خرج طل عليها ولقاها ناسا رجع لبيتو هزو حد العصا على أساس غدي يضربها للراس غير تسخف ويدير ذك الشي اللي بغى ومن بعد من اللي يتفيق ما غتفهم والو ما شفتوش أصلا وفعلا دربها بهديك العصا للراس في البلاسة غيبت وتكرفس عليها ورجع لبيتو بحل مواقع والو لغدله مع الصباح بقا كي تسنها تخرج من اللي بيت والو ما خرجاتش وصلت لحدش ديال النهار وما زال ما بنت مش طلع لها لقاها كيف خلها باقا باللي كي فيقها ما بغايتش فيق لي هنا عرفها باللي راه ماتت وهو يجرها ودخلها اللي بيت عندو خبها تماما وهزها داك الفراش ديالها ودارهم في حد الميكا والسوار ديالها ومش داك الفراش ديالها اللي كان عمر بالدم ولحو في حد الخلاق لغدله اللي لقبل العيد مو دار طلع كي سوول على أميما سوول العربي قل ليه واش أميما مشات للبلاد قل لي العربي اه راه مشات وجاء عندها واحد در واقي لاخوها راه ولدها قل ليهم سكينة كنت كتت هلا فيها بزاف والله يعمرها دار لغدله النهار ديال العيد الكبير العربي مشاهز الفلوس ديال أميما اللي كانت كتتخبي واشربيهم الحول ديال العيد باش يعيد دباح وصلاخ ودوز النهار العيد الكبير باخر وعلا خير الجمسة ديالأميما بدت تتطلق الريحة وخيف اللي تفضح هبط عند مول الدار وقل ليه الله يجزك بالخير ارنا بغيت نفصل الحولي ديالي راه بدك يطلق لي الريحة اعطيني منشار وشي مقدة وشي موس كبير وفعلا مول الدار عطاه داك شي اللي يبغى وطلعهم معاه وسد الباب ديال السطح عوضي قرد في الحولي جبد اميما وبدك يفصل فيها بطرف طرف وشد البطانة ديال الحولي دياله ودار فيها الراس ديال اميما ويدها وشي طرف اخرين ودار لهم الملحم زيان وخيط هذيك البطانة وطلعها فوق السطح ديال البيت دياله كيشوف انه باقي عندو رجلين دياله وطروف اخرين مشلم زباله وبدك يقلب على بطانة اخرى باش يديرهم فيها ولقى واحد البطانة وجابها ودار فيها داك شي اللي بقى وخيطها حتى هي مزيان وجاب كروسة ودارها فيها ومشلحها في الزبل على اساس هذيك غير بطانة مع الصباح بكري عمال ديال النظافة كيهزو الزبل وهم يهزو هذيك البطانة وجاتهم تقيلة جاتهم غريبة حيتم خيطة على برا الزلموه سوشرقوها وحلوها مزيان وهم يبن لهم بنادم مقرد فيها طرف طرف سيد بدك يغووت تصلوا بالبوليس والتجمعات الجوقة وهدشي كامل والطروفة الاخرين راه باقي عندو في الدار الراس ويدها باش ميتعرف عليها تاوحد دوها لمستودع الاموات طبيب الشرعي قل لهم باللي هاد الجتة ديال البنت وشي واحد تكرفس عليها عاد صفحها لها وقل لهم تاني باللي هاد البنت في تقدر العملية ديال المرارة وضيجة مهرسة من رجلها حي تلقوا فيها الحديد فالولدين دي الأمام اللي شافوا بنتهم ما جاتش في العيد جات ختها كتقلب عليها وعارفها ها فين خدامة وعارفها تفين ساكنة تقطع لمود داره سولته قل لها راجارها اللي الفوق قل لي رأى صفرت قبل العيد جمعت حويجها وجوح الدر ومشت معاه قل لها يلا عندو الفوق نسولوه اسم عبودنيك قل مود دار العربي انت قلتي لي البنت رأى صفرت وهاختها جاتك تسول عليها قل لينا واش تقدر تعرف شكون هاداك الدر اللي جا عندها هنا العربي قل ليها اختيك الله يهديها وصافي انا ديما كندوي معها وما كتسمعش هاداك الولد اللي جادها هاداك النهار اراه كان ديما كتدخلو عندها واحد النهار دويت معها قلت لي هادش اللي كديرها رمشيه بواده وكوره حرام عليك بقي غاتعاودي غنقول لها الملدار باش يجريه لك قل لي هادش اللي كان من اللي دويت معها غبرات ومعمرش بتاهم ازال فاختهت عيقاته وامو الضار قل ليها سير عند البوليس وديكلاري ومشو فيه اعلان وديكلارات وعطاتهم الاوصاف ديالها البوليس ديجا القول جتة دي الوحد البنت لكن ما عارفوش هويتها قلوا لي هالبوليس واش خط كفيت دائرة العمليات قلت لي هم اه كنت دائرة العملية على المرارة وعملية اخرى تهرست من رجليها قلوا لي هاشوفها بنتي تبعينه ولكن شدي فرص كم زيان قلوا لي هالبوليس واش كان ديجا اتعرف شي واحد واش كان وحدها بالزواج قلت لي هم اره واحد الرجل كبير كان ساكن احدها في السطح قل لي انا باللجا واحد السيد عند ختيوها بطوط داها معاه حتموا الضار عطاهم نفس الاقوال ومشو فعلا لذلك السطح والقول العربي ناس بحل لما فرصوا ما يتعود قلوا ليه معك البوليس قلوا لي السيدة جارتك هاش نوقع لها وهاش نوقع لها العربي درسوا تصدام وبدأك يدعي الله ياخد فيهم الحق هادو اللي داروا فيها هكا كانت الله يعمرها دار قلوا ليه هاش ممكن توصف لين هاد الوط اللي جدها كيف دير قلوا ليه مراه سمر شوية وطويل وكدا وهادي هنا البوليس باقي نواقفين كيدوه معاه بدو كيشموا واحد الرحة كيريها بزاف سولوه قالوا لي هاد الريحة منين جيتش قلوا ليه معد بحث اللي حوليه وانشرت القديد هوا فين كيبان راهو اللي تلقى هاد الريحة هادي لكن البوليس شكو فيه حيث هاد الريحة راه بزاف العميد دير الشرطة طلع رسوه كفوق البيت تبنيه تمه واحد البطانة ديال الحوليه كانت منفوها قال لي هاد البطانة شنو فيها قال لي وما رادرت فيها الرس ديال الحوليه والكرعين وشي مسارن دياله قالوا لي وعليش مالحتيه مش قال لي وما نرى رجل كبير وما نقدش على هاد الشي هادا زلوها عندهم البوليس وهم يحلوها وهما يلقوا الرأس ديال اوميمة والأعضاء الاخرين ديالها ودخلوه في التوليه لبيت والقوي الضغب ديالها تمه والدب ديالها باقي فالبلاصة هالزوه في الأول ما بغاش اعترف لهم لكن من لي زيرهم زيان عاد اعترف فالأخير حكموا عليه بالمؤباد وداروا إعادة انتي لجريمة وكل شي كان مصدوم وحتى واحد ما كان كيشك بلي هاد سيد لي فهات سين غيدير هاد الحالة هادي فعلا القصة ديال اوميمة كتضر في القلب وبقات فينا بزاف مع مارك تقف اي واحد دي ما خليت تقار بينك وبينو ومتقش بزاف دك التعامل والصوب الزوين دياله حيث ممكن في اي لحظة غد يصدمك لهذا الهدف ديالي من هاد القصص هو ان اخدوا عبرة منهم ماشي للفرجة ولو وصلتوا حتى الهنا بغيتكم تقولوا لي العبرة اللي اخدتوا منها لاحونكم